وللمزيد حول تواصل توافد المصريين وأيضاً السودانيين ورعاية الدول من معبري أرقين وقصة الحدوديين معنا مراسلنا هناك الزميل محمود جميل محمود ماذا لديك الآن وماذا عن الجديد في الأوضاع وماذا أيضاً عن سير إجراءات التوافد نعم بعد التحية ثلاث نقاط جديدة نشير إليهم ونؤكد عليهم النقطة الأولى كما ذكرتم استمرار القوافل الجذائية التي أمدتها محافظة أسوان في المناطق التي يكثر بها تواجد السودانيين خاصة في مركزي إدفو ودراو وأيضاً الموقف الدولي في كاركا وهذا يشير أيضاً إلى استمرار يعني توافد السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين وأيضاً أين كانت هذه الأعداد فالحكومة المصرية مستعدة وتقدم كل الخدمات وتستعد أيضاً استقبال مزيد من السودانيين وتقدم لهم كل الخدمات وهذا يشير إلى النقطة الثانية الهمة وهو أن الخدمات المقدمة على مدار رحلة السودانيين بدءاً من السودان ومن ودي حلفة تحديداً في القنصلية المصرية وصولاً إلى مدينة أسوان أو أي محافظة أخرى فبدءاً من دخول معبر قسطل في الناحية السودانية هناك المنطقة المحايدة إذا كانت هناك أي حالات صحية تستدعي إلى التدخل بيتم التنصيق مع الجهات المصرية بدخول بعض الأطباء لمعالجة هذه الحالات وتقديم كل الخدمات ثم بعد الوصول إلى الناحية المصرية في معبر قسطل يتم تقديم الخدمات العبارة عن تسهيل الإجراءات وأيضاً توفير كراسي متحركة لكبار السن وتسهيل الإجراءات لذوي الهمم بالإضافة إلى الخدمات الموجودة من المنظمات الدولية المختلفة وأيضاً المنظمات المحلية وهنا نقطة هامة أن المنظمات دائماً يعني تقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية على تسهيل المهام في عمل هذه المنظمات لتقدم الكثير من الخدمات للوافدين السودانيين نتحدث عن أن جمعية الهلال الأحمر قدمت أكثر من 380 ألف وجبة وحقائب شخصية وما يقرب أيضاً من 4785 حالة دعم نفسي وأكثر من 11 ألف خدمة طبية هذا بالإضافة إلى أنهم عندما يصلون إلى مرسى حجر الشمس في معبر قسطل هناك أيضاً العبرات والعبارة الجديدة من محافظة أسوان بحمولة 70 طن والتي تستقبل أكثر من 10 أوتوبيسات وأكثر من 100 شخص يتم تحرك هذه العبارة من مرسى حجر الشمس ووصولاً إلى مرسى وميناء أبو ثنبل النهري وهذه العبارة تعمل على مدار اليوم بعد مد أعمال الإنارة المختلفة لتستقبل كل أعداد الوافدين حتى وقت متأخر من الليل وبمجرد أن يصل السودانيون هنا في ميناء أبو ثنبل النهري كل الخدمات متاحة من السيارات الإسعافة المتنقلة التي تستقبل كل الحالات التي تستدعي إما الذهاب إلى مستشفى أبو ثنبل الدولي أو حتى الذهاب إلى مستشفى أسوان الدولي لتلقي كل الخدمات الطبية والصحية اللازمة وأيضاً المبادرات المجتمعية واستقبال أهالي أسوان ومدينة أبو ثنبل لكل الوافدين النقطة الثالثة هو استمرار توافد السودانيين وكل يوم يكون هناك تزايد في استقبال الأعداد المختلفة عبر معبراي قسطل وأرقين خاصة مع توافر ووجود كل الإمكانيات التي تسهل عملية انتقالهم فهنا نتحدث على أن مدينة أبو ثنبل تحولت إلى ملحمة وطنية وصورة عظيمة تظهر تضامن الأشقاء بجانب بعضهم البعض سواء المصريين الذين يقدمون المبادرات المجتمعية وتوفير السكن واستقبال السودانيين أو حتى السودانيين الذين يعني بمجرد أن يصلوا إلى هنا في مدينة أبو ثنبل وصلوا إلى بر الأمان وإلى أرض السلام مصر ويقدمون أيضا الشكر للسلطات المصرية بالوقوف بجانبهم في هذه المحنة وتقديم كل الدعم والمساعدات لهم هذه المساعدات ستستمر أيضا في محافظة أصوات نتحدث عن أن في موقف كاركور هناك المطبخ الدائم بالإضافة إلى العيادات الثابتة لتقديم كل الحالات الصحية اللازمة هذه الصورة من ميناء أبو ثنبل النهري عودة إليكم مرة أخرى نعم أشكرك جزيلا شكرا مراسل التلفزيون المصري أزميل محمود جميل ترجمة نانسي قنقر